قررت أخلي سلفتي تخدمني وتشوف طلباتي بعد معرفت سرها اللي لو جزه وأهله عرفوه مش هيخلوها تقعد في البيت دي أواحدة بس اللي حصلي بعد كده كان صدمة صدمة ما كنتش أتوقع أنها تحصلين أنا شايماء عمري تلاتين سنة متجاوزة سمير أكبر واحد في إخواته ومخلفة منه بنتين وكانت كلمته مسموعة في البيت كله والصغير والكبير بيحترموا تعالوا أحكي لكم الحكاية في يوم صباحية سليمة خجوزي كنت عند حماتي عشان نجاهز صنية الفطار وحماتي قالتلي جهزي يا حبيبتي جهزي جهزي لسلفتك الصغيرة الجديدة تلاقيك من جواك غيرانا منها ايك منها أحلى وأصبة منك قلتلها وليه غير منها يا حماتي هي ربنا يسعدها في حياتها وأنا ربنا يبريكلي في حياتي ردت وقالت حياتك؟ حياتك يا أمو البنات ده أنت مخلفة بنتين يعني هم ما يتلم تعرفي لو سهيلة خلفت ولد ده أنا أخليك تخدميها ردت عليها بكل حزم وقلت لها هو حد قالك إن مليش أهل ثم إن الخلفة دي بتاعت ربنا ولد ولا بنت كل خير يا حماتي وحماتي قفلت الموضوع وطلعنا شقة سهيلة اللي كات متجاهزة أحسن جهاز وكات سهيلة لبسة أحلى لبسة ومتشيكة واستقبلتنا بكل أدب وقالت أهلا وسهلا بيكم اتفضلوا البيت بيتكم سوانيها صح سليم بقيت أبص على الشقة وانا مبهورة بيها وحماتي بصلي من فوق لتحت ولقتها بتقولي شايفة الشوق شايفة بتتجاهز إزاي مزاي الجيانة بجهاز أي كلام إنت عارفة إن سهيلة أخوها بيشتغل نجار وفلوسه على قده ورغم الكل ده جاب كل اللي إنت شايفاه سكت وما تكلمتش وقعدنا مع العرسان وانزلت على شقتي وأنا متضايقة من كل اللي حماتي قالته لي ولما اشتكت لي سامين لقيته قال لي بصي بقى أنا ماليش في حكاوي الحرم دي يا شايماء اهدي كده وكبر دماغك وبعدين ده أمي دي ستة كبيرة وما يتخدش على كلامها بس لو جنا نتكلم بجد فأنا فعلا عايز أخلف حتة عيل ويكون ولد وأمي ما كتبتش لما قالت كده واعملي حسابك لو ما خلفت ليش الوقت أنا هتجوز عليكي بقت حزينة ومش لقيا كلام أقوله وبدأت سهيلة تطلق وتنزل لحماتي وكمان كان بتساعدها في شغل البيت وبتهديها كل شوية بحاجة من جهازها الكتير اللي عندها وفي يوم حماتي عزمتنا كلنا وسليم قال لنا كلنا أنا عايز أقول لكم مفاجأة بمناسبة أنتم متجمعين سهيلة حامل حماتي فرحت ولقيتها بتقول بجد يا حبايب قلبي يا رب ولد يا رب ولد سهيلة ردت وقالت ما تقلقش يا حماتي أكيد ولد بإذن الله إحنا عائلتنا مش بيتجيب غير ولاد بصت لها وقلت لها ليه بيعملهم تفصيل مالك متأكدة قوي كده ليه دي حاجة بتاعت ربنا حماتي قطعت كلامي وقالت لها ما تزعلش يا سهيلة أصل خلفتها كلها بنات وفكرة كل الناس زيها إنما أنا قلبي حاسس إنك وش الخير وهتخلي فينا الولد سبتهم وطلعت شقتي وأنا مأهورة وحصة بالنقص وفضلت سهيلة تدلع من كل اللي في البيت وحاماتي كانت بتجبرني أطلع نضف لها شقيتها وعمل لها الأكل عشان كانت خايفة على الوضع اللي ببطنها وفضل الوضع على ما هو عليه لحد ما خلفت فعلا الولد وبقت الكل في الكل أكتر وأكتر وخدت سامير جوزي عمل للولد مصروف أكتر من بناتنا وقال لي إنه هيقطعه أول ما يخلي في الولد كان كل ده بيقصر فيا ومحدش كان بيحس بيا وكانوا بناتي ملهمش إما عند أهل جوزي كلهم لحد ما في يوم حصل اللي ما كنتش أتخيله في يوم لقيت واحدة جارتنا قابلتني في الشارع ولقيتها بتقول لي إزايك يا أمو ملك قليلي يا حبيبتي هي سهيلة سلفتك لها مين في السجن بتروح تزوره أصل شفتها من يومين وأنا بزر واحد قريبنا قد رايحة زيارة لحد بس مين الحد ده الله أعلم قلت لها قليلي بسرعة قليلي اسم السجن ومكانه وأنا هعرف الحكاية بالضبط وبدأت أدور ورا سهيلة عشان أعرف إحكايتها بالضبط وأعرفت إن أخوها محبوس في قضية شكايت والتاني يوم طلعت لها شقيتها الصبح وبقت أبص لها بكل شماتة وقلت لها قليلي بقى أخبار ياسر أخوكي إيه سمعت إنه مسجون في قضية قليلي بس قليلي وانا قف جنبك مش صحيح هي قضية الشكايت ربنا يفك سجنه بس مش عيب تجدبي علينا وتقول إنه مسافر وتتحكي علينا وتروحي من ورانا السجن تزوري والله أعلم بتقولي الإسلام بتروحي فين ردت وهي متوترة وقالت لي هي أنت بتقولي إيه أكيد اللي بتقولي ده مصطح أنا أخويا مسافر قلت لها أنا عرفت كل حاجة وكمان عرفت إنك بتروح تزوري بلاش تنكرح سلك أحسن منزل أقول لها حماتي كل حاجة أم البقلي عاملة علي إن مفيش منك اتنين وبتضيقيني وانت في الآخر تلع أخوكي محبوس ردت وهي بتعيت وقالت لي غصب عني خبت عليكم عشان شكلي قدامكم ما يبقاش وحش رغم إنه دخل السجن بسببي عشان يجهز لي ويجيب لي كل اللي نفسي فيه لو سمحت بلاش تقولي لحد وخليه سر بيننا أرجوكي قلت لها وأنا بتحك دلوقتي بتقولي لي أرجوكي أم الليل أول كنت بتتعمدي تخلي حماتي تفضلك عني وتفضلي تتحكي على كل كلمة بتوجعني كاتحماتي تقولها لي قالت لي والله ما عملت كده أنا كنت بعملها كويس وبس إنما ماليش دعوة باللي بينك وبينها باللي عليك سكتي وما تتكلميش في الموضوع ده خالص قلت لها ما أنا عشان بنت أصول مش هقول لحد بس بشرط عايزك تساعديني في شغل البيت أنت عارفة بقى أني عندي بنتين تعبني عايزك تطلعيلي كل يوم قبل ما تعملي حاجة في شقةك وتعملي عندي الأول ولا نسيتي لما كنت بنظف لك شقةك وفقت سهيلة وما قدرتش تتكلم وبقت تخدمني وتجيب لي الطلبات من السوق وحاماتي كانت مستغربة قوي سهيلة بتعمل كده لي وما بتقوليش غير حاضر وعانيها في الأرض وفضلنا على الحال ده أكتر من شهرين وفي يوم كانت سهيلة عندي بتمسح الشقة وسامير جي فجأة وأنا بقول لها نظافي بزمة يا سهيلة ولقيت وقال لي بصوت عالي إيه اللي بيحصل هنا ده بقى مخليها سلفتك تخدمك وانت قاعدة تأمريها ليه كل ده بيحصل ليه مسك عليها إيه بالزبط ساعتها سهيلة ارتبكت وسبتنا وطلعت شقةها ولي بتعيت وسامير لقيته بيبصلي باستحكار ولقيته بيقول لي ليه بتعملي فيها كده كل ده عشان أخوها محبوس مش كده ده بدل ما توسيها بتعمليها بالشكل ده هو ده اللي تربيت عليه خلت له انتوا السبب أنا ما كنتش أتمنى أعمل معها كده بس تفضلكم عليها عني وانكم شايفينها أحسن مني واني معيوب عشان بخلي البنات خلتنا اقرحها واتمنى نضايقها ثم انك ليه زعلات مانا كنت بنظف لها وبعمل لها الأكل وهي حامل ما زعلتش ليه انتوا ناس ظلمة خلتوني أعمل فيها كده بسببكم وبسبب عمايلكم معايا سامير سكت وخص بالزنب من ناحيتي ومقدرش انه يدافع عن نفسه وانا فضلت خصب نفسي على كل اللي عملته معها رغم ان دي مش تربيتي وفضلت انا وسامير مش بنتكلم مع بعض فترة طويلة وقررت ان سر سهيلة مش هيطلع برا أبداً وفي يوم لقيت سهيلة جات لشقتي وقالت لي أنا أسفى يا شايماء حقك عليها أنا ما كانش قصدي دايقك في يوم من الأيام الله يسمحها حماتي هي اللي فرقت بنا بطريقتها بس أوعدك أوعدك من هنا ورايح أنا مش هزعلك أبداً ردت وقلت لها أنا اللي أسفى يا سهيلة أنا ما كانش ينفع استغل نقطة ضعفك في النصف في حسابات بيني وبين حماتي وأنا وسهيلة علاقتنا بقت كويسة جداً وحملت سهيلة تاني والمرة دي كانت حامل في بنت ولما ولدت وكنا كلنا قاعدين حماتي قالت جرأي يا سهيلة انت تعادتي من سلفتكم والبنات ولا ايه ده أنا كنت فاكرة ان المرة دي كمان هتجيب بنا الواد ردت سهيلة وقلت لها بكل حب كل اللي يجيبه ربنا كويس يا حماتي وشايماء دي زنت البنات وبناتها بنات زي الأمر ربنا يحميهم حماتي بقت متضيقة من رد فعله سهيلة اللي كان غير متوقع وفي يوم سمعت حماتي بتتكلم مع سمير وبتقوله أنا جبتلك حتة عروسها النماء زي الأمر ربنا يكرمك منها بالولد ان شاء الله رد سمير وقال لها لا يا أمي مش هتجوز على شايماء وبعدين علميا الراجل هو اللي بيبقى مسؤول عن نوع الجنين مش الست مش يمكن لما تجوز تاني خلف بنت وجايز ربنا يكرمني بولد من شايماء أنا خلاص يا أمي ردد باللي ربنا أسمهولي وربنا يسمحني على تفكير اللي ما كانش لي أي معنى ساعات البنت بتكون سند لأهلها أكتر من الولد يا أمي فيارد بقى بلاشت شيل انفس السلاف من بعض وعمليهم بما يرد الله كنت أول مرة حس بالساعدة الحقيقة لما سمعت الكلام جوزي عني ومن بعد اليوم ده وحمتي بقت تتعامل معانا كويس وكل واحد فينا كان مشغول بحياته وببيته وما حدش بقى مركز مع التاني عشان كده أنا جاي أقول لك كل حما اوعد فرق بين زوجات ولادك وفتكر إن ساعات الغيرة بتأسل قلوب وبتولد الكره والمشاكل في البيوت ووقتها مثل مش غير نفسك